خلف جدران هذا المبنى ألف حكاية وحكاية والقاسم المشترك بين القصص جميعها الألم والخوف فبعض من مررنا من هنا هربنا من ظلم ذوي القرب وهنا من اختبأت خلف هذه الأسوار هربا من المجتمع هذا هو أحد البيوت الحكومية الآمنة لحماية النساء المعنفات محاط بكاميرات المراقبة في كل اتجاه بعد أن لجأت إليه أكثر حالات العنف خطورة طلبا للأمن والأمان بجينا حالات كثيرة هي مجملها حالات العنف جنسي اغتصابات سواء من خارج الأسرة أو من داخل الأسرة قضايا سفاح اعتداءات الجرائم الألكترونية كثير وابتزاز كفى للعنف المبني على النوع الاجتماعي حملة أطلقتها جمعية المرأة العاملة للتنمية وسمتها صدى لتسمع الآخر صوت أنين فتاة أو سيدة عانت من العنف بمختلفة في أشكاله فحسب منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمنهضة العنف ضد النساء قتلت سبعة وثلاثون سيدة في العام الفين وعشرين وعشرون سيدة حتى منتصف سبتمبر من العام الجاري وحسب مركز الأحصاء الفلسطيني تتعرض ما نسبته ثمانية عشر بالمئة من النساء للعنف الجسدي لأنه فيه بقتل النساء وممكن تقول لك وقعت من علو وما فيه حدا يتبع أو أخذت حبوب وماتت ماتت أثناء ولادة يعني فيه أعداد كبيرة تقتل النساء فيها وما تندرج تحت أنه قتل على خلفية شرف أو قتل لأنها امرأة ومن أهداف حملة صدى أيضا الضغط على أصحاب القرار لإقرار مشروع قانون حماية الأسرة فالقوانين الفاعلة في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وقانون الأحوال الشخصية الأردني عام 1976 غير المعدل العائق أول شيء المجلس التشريعي ثاني شيء كمان الفهم الخاطئ لهذا القانون في عنا فهم خاطئ في المجتمع على قانون المشروع القانون فهذا بيؤدي أنه في عنا هجوم من أفراد المجتمع من العشائر إلى أنه يتم إقراره والضغط على السلطة عشان يتم إقراره وتساعدنا الوصول للأرقام والنسب الحقيقية لحالات قتل النساء والعنف ضدهن يبقى وبحسب مؤسسات المجتمع المدني بعيدا عن الواقع لغياب مرصد لتوثيق الحالات بدقة لتتسع الفجو بين الأرقام الرسمية وغير الرسمية لحالات العنف والقتل ضد النساء نشر الوعي بأهمية كسر الصمت ووقف قتل النساء والعنف ضدهن تحديات حقيقية تواجه المرأة والمؤسسات التي تعنى بحمايتها لتغيير واقع يهدد أمن النساء وسط جدل في تطبيق وسن القوانين والتشريعات ثروة تقرأ الحرة بيتلا ترجمة نانسي قنقر